بعدما انتزع بطاقة العبور إلى نصف نهائي كأس العالم للأندية على حساب الترجي التونسي يصطدم الهلال السعودي بنظيره فلامينغول برازيلي في مواجهة قوية ومثيرة للغاية ستحدد ملامح المتأهل إلى المباراة النهائية يجب علينا أن نلعب اللقاء من أجل الفوز وأن نسجل إنجازا تاريخيا جديدا باسم الهلال وذلك من خلال الوصول إلى المباراة النهائية عبداللعطيف يبدو أنه البديل المفضل لدى رازفان لوتشيسكو ليعوض غياب الموقوف بسبب البطاقة الحمراء محمد كانو بينما ما زال الروماني يفاضل بين إدواردو وجوفينكو لصناعة الألعاب في الوقت الذي لم تتضح بعد هوية رأس الحرب وهنا المفاضلة بين عمر خريبين وغوميز تبعا لجهوزية الأخير جينا هنا جيتنا موب أنه جيتنا نشارك في هذه البطولة ونطلع ونسجل سامينا في التاريخ ونطلع علىها بالأكس طموحنا عالي وزي ما قلت لك مباراة الترجي الحمد لله هذه أول خطوة خطيناها وعندنا مباراة بكرة مهمة ومصيرية فإن شاء الله نتعدى الخطوة الثانية في حال تمكن الهلال من تحقيق الفوز على فلامينغو فسوف يكون أول بطل من القارة الأسيوية يتأهل لنهائي كأس العالم للأندية في تاريخه كحامل للقب بطولة دور أبطال آسيا بعدما أنهى المهمة الإفريقية الأولى باقتدار أمام ترجي التونسي ها هو الهلال السعودي يلتفت لمواجهة بطل لبيرتادورس فلامينغو لبرازيلي في مهمة لا تقبل القسمة على اثنين وفصقار بإن سبورتز الدوحة